بإشراف مكتب تدريب وتطوير التعليم ببلدية الجبة عقدت جلسة تدريبية أعطيت للمدربين الجدد مما نجتاز دورة التدريب لطرق التدريس الحديثة من بلديات الجبة ومرزم والجيجب المجموعة الرابعة من المدربين المعتمدين في طرق التدريس الحديثة والذين يعتمد عليهم لتمرير ما طلقونه من تدريب وترجمته كخطط وسياسات للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم وفق برامج ودورات تربوية لكافة المعلمين والمعلمات تم عرض بعض الحقائب التدريبية والمشاريع التدريبية المزعم تنفيذها في هذه الدورة وتضمنت اللغة الإنجليزية والتربية الوطنية كما حضر هذه الجلسة عضو مجلس النواب فرج الشلوي ومدير مكاتب إدارة التدريب بالمركز العام ومراقب التربية وتعليم بالمؤسسات التعليمية بمدينة الجبة ومجموعة من المفتشين التربويين كما وزعت شهادات اجتياز البرنامج التدريبي في طرائق التدريس الحديثة لتكون بمثابة الأعلان عن بداية البرامج التدريبية للعام الدراسي الحالي والتي سيتم تنفيذها من قبل المدربين الجدد داخل المؤسسات التعليمية